بذور الكرفس من الأعشاب التي لا يعرف عنها الكثيرون وهي علاج ممتاز لارتفاع ضغط الدم اليوم ومن خلال هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية استخدام بذور الكرفس لخفض ضغط الدم المرتفع ولكن قبل أن نبدأ فضلا ونيسى أمرا ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا تابعونا بذور الكرفس غنية بالمغذيات خاصة مضادات الأكسدة كما أنها تحتوي على مركبات ألف لافونيد وأوميغا سيكس والأحماض الدهنية مثل اللينوليك والمعادن مثل الكالسوم والحديد والمغنيسوم والزينج تستخدم بذور الكرفس منذ قرون كعلاج طبيعي فعال لتهدئة المعدة باعتبارها مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة وتعتبر بذور الكرفس مدرة للبول بشكل ممتاز وتساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم الشرياني بشكل فعال ومكافحة لاحتباس السوائل ومنع التورم وصفة بذور الكرفس لخفض ضغط الدم المقادير ملعقة صغيرة من بذور الكرفس كوب واحد من الماء عسل طبيعي للتحلية طريقة التحضير نضيف ملعقة صغيرة من بذور الكرفس إلى كوب من الماء المغلي ونتركها لمدة عشر دقائق ومن ثم تصفى ويحلى المشروب بملعقة من العسل الطبيعي طريقة الاستخدام يجب شرب هذا الشاي على معدة فارغة قبل نصف ساعة من الإفطار ولمدة شهر واحد على الأقل لا ينصح بهذا العلاج للأشخاص الذين لديهم حساسية من الكرفس أو الحوامل لأنه يمكن أن يسبب الإجهاض إذا كنت تتناول بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم ومدرات البول يجب عليك استشارة الطبيب قبل بدء استخدام هذا المشروب خوفا من انخفاض مستوى ضغط الدم بصورة كبيرة والتعرض لمشاكل صحية أنت بغناء عنها دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته